اشتركوا في القناة من باب عميق الدور المحوري الذي تلعبه الصحافة بلغتها المقرؤة في تنوير وتثقيف المجتمع وإطلاعه على أبرز المنجزات الوطنية التي نفذت وما زالت تتحقق بفضل الجهود الحكومية البارزة والتي تستمد عزمها من عظيم التوجيهات الملكية السامية من قبل جلالة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه في أهمية وضع المواطن والمقيم أمام حقيقة المشاريع المنجزة والتي هي في طور الإنجاز حالياً وما قد يعلن عن مشاريع مستقبلية يراد رؤيتها واقعاً متلالئاً في القريب العاجل فصل التقدير الرسمي اللامحدود على مقدار حجم الطاقة الوطنية التي تبذلها الصحافة المحلية بفكر منتسبيها وبشكل كبير جداً فالسلطة التنفيذية على قناعة تامة وثقة لا متناهية بجميع الخبرات الوطنية المستضلة تحت مظلة السلطة الرابعة الساعية إلى التنبيه عن جوانب القصور والخلل قبل الثناء والمديح في أي عملية تنموية مهما كان مجالها ونوعها وذلك من شأنه أن تتم عملية التصحيح والتطوير التي ينشدها الجميع في إطارها السليم ولطالما كانت وما زالت مملكة البحرين تبقي على نهجها الثابت القائمة وعلى سبيل الحصر على دعم الحريات المسؤولة وتشجيع الكلمة الصادقة الأمينة لما للصحافة من دور تشاركي وتفاعلي يتمثل بوضع أطياف المجتمع كافة بصورة آخر مستجدات المشاريع التنموية الحكومية ذات الأولوية كنسب إنجاز مشاريع البنية التحتية المدرجة ضمن برنامج الحكومة كل الشكر والتقدير نتقدم بهما إلى معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة ناب رئيس مجلس الوزراء على مبادرته الطيبة هذا ولفتته الكريمة بإصطحاب رأسات حرير الصحف المحلية إلى هذا المشروع التنموي الكبير وهذا ندل على شيء فإنما يدل على إيمان معاليه بدور الصحافة في مسيرة التنمية في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المهدى حفظها الله وارعاه نشكر الحكومة الموقرة على إشراك الصحافة ورأسات تحرير لحضور مثل هذه المشاريع السياحية التي تخدم المواطن والمقيم والسائح أو الزائر من خارج البحرين هذا المشروع طبعا مشروع كبير مثل ما نراه نرى أنه يعني بيكون إن شاء الله نقطة جذب للسياحة المحلية والخارجية لا شك أن إشراك رأسات تحرير في مثل هذه الزيارة لحضور افتتاح وتجشين المشاريع التنموية هناك دلالة كبيرة على أهمية الشراكة الموجودة بين الحكومة ومثل في أجهزتها وبين وسائل الإعلام والصحف المحلية ويعد هذا الموضوع لا أهمية قصوى لأن الصحافة هي التي تتولى إبراز هذه المشاريع وتسليط الضوء عليها خاصة مشاريع بهذه الضخامة وهذه الأهمية بالنسبة للمجتمع البحرين واليوم البحرين تقدم أيضا صورة طيبة وتبني سمع طيبة جدا عالميا وهي تستعد للبناء من جديد أو تواصل للبناء بمعنى أصح في مرحلة التعافي ومرحلة ما بعد كورونا ولذلك كان من الجيد جدا أو الأمور الطيبة دعوة رؤساء التحرير والمسؤولين الكبار لحضور هذه الفعالية اليوم لإفتتاح البلاج والفعالية الأخرى على الأقل كي نكون معرفة على بينا بأبعاد هذه المشألة وبالتالي كي تستطيع الصحافة أن تنقل الصورة إلى الرأي العام ولعل ملامح الصورة المشرقة لحقيقة العلاقة التكاملية التي تحرص الحكومة على الإبقاء على جوارها الثمين تظهر من نافذة إبداء الاهتمام المستمر من قبلها بضرورة مساندة ودعم المؤسسات الصحفية وجميع العاملين فيها لتمكينها من القيام بدورها على الوجه الأكمل في تقديم وإيصال المعلومات الصحيحة المستقى من مصدرها الفعلي وبموازات ذلك يعي جميع رؤساء تحرير الصحف المحلية والكوادر الصحفية والإعلامية دوام الرغبة الحكومية في مساندة أصحاب الكلمة وتذليل الإمكانات المعرفية والفنية لهم من أجل آداء رسالتهم المجتمعية التي تؤطرها الموضوعية والشفافية بالشكل الذي ينسجمه مع ميثاق الشرف الصحفي ترجمة نانسي قنقر